لهذا كان في خطبة الحاجة التي يذكر بها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه دائما كان فيها قوله عليه الصلاة والسلام أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله أو كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة هذه خطبة الحاجة كان عليه الصلاة والسلام يعلمها أصحابه يعلمهم أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا تأكيد على هذا الأمر حتى لا يحدث في الدين شيء وبهذا جاء في حديث العرباب بن سارية الحديث المشهور قال فيه العرباب بن سارية رضي الله عنه وعظن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فأوصاهم عليه الصلاة والسلام وكان مما أوصاهم به أن قال إنه من يعز منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراسدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد يعني لا تفكون عضوا عليها بالنواجد يعني بأقوى ما عنده وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وهذه وصيته عليه الصلاة والسلام بعد موعظته التي ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب عليه الصلاة والسلام فما كان أنصحه لأمته وما كان أرأسه بأمته لا خير إلا دلهم عليه ولا شر إلا حذرهم منه كما جاء في مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذر أمته عن شر ما يخافه عليه وهكذا كان المفطفى عليه الصلاة والسلام وصلاة والسلام